تحذيرات صينية من حرب باردة جديدة ودعوة إلى تجنبها رسائل واضحة موجهة إلى الولايات المتحدة على وجه الخصوص ففي الوقت الذي اجتمع فيه كبار المسؤولين الأسيويين والأمريكيين في أندونيسيا يقول رئيس الوزراء الصيني أن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة ومنع حرب باردة جديدة مع دخول العالم فترة جديدة من الاتراب والتغيير فإن قضية التنمية العالمية تواجه تحديات كبيرة دول الآسيان زائدا ثلاثا وجميع الدول في آسيا لديها مصالح وفرص مشتركة على الدول الآسيوية التركيز على المصالح الشاملة للتنمية السلمية في آسيا والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا الولايات المتحدة أكدت خلال لقائها قادة المجموعة التزامها بمنطقة المحيط الهادئ كاشفة عن إطلاق مركز تواصل بين الولايات المتحدة ودول آسيان في واشنطن لدى الولايات المتحدة التزام دائم تجاه جنوب شرق آسيا وعلى نطاق أوسع تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ للشعب الأمريكي مصلحة كبيرة في مستقبل منطقة المحيط الهادئ نتقاصم الروابط التاريخية والقيام المشتركة مع كثير من الشعوب هنا تحالفاتنا وشراكاتنا تدعم أمن الولايات المتحدة وروابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان وازدهارهما اندونيسيا المضيفة أكدت أن التكتل لن يتحول إلى ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى في ظل تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والمواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا قضايا شائكة تبحثها قمة آسيان أبرزها الصراع بشأن بحر الصين الجنوبي والخلاف بين الصين واليابان فيما يخص مياه محطة فوكوشيما النووية فضلا عن صواريخ كوريا الشمالية والتوتر الناتج من تزايد التكتلات التي تدعمها واشنطن في المجال الحيوي الصيني